يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم مدرك تماما طبعا في البداية لحالة الغضب اللي انتشرت واللي اترجمت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة انه الترند رقم واحد بقى ترند stop calf corruption اوقفه فساد الكاف الترند الزهر يمكن من امبارح او من اول امبارح الحقيقة من قبل ما يتم اقرار ملعب المغرب او مركب محمد الخامس عشان يستضيف المباراة النهائية البطولة واللي وصل يمكن لاكتر من مليون تلتمية وعشرين الف تويت على موقع طبعا التواصل الاجتماعي تويتر مش المرة الاولى ومش التانية والاكيد انها مش هتكون الاخيرة والاهلي الحقيقة دفع تمن الفساد ده على مدار السنين طويلة جدا كانت نتيجته خسارة بطولات وخسارة القاب والوقاع الحقيقة كتيرة جدا وتشهد الحقيقة بالفساد الجديد في الموضوع ان الاداة المستخدمة المرادي عيانا بيانا والجديد في الموضوع انه المرادي مش عن طريق التحكيم ولكن عن طريق انحياز كامل ويقول زي ما انت عايز تقول وسميها تواطق من اتحاد الافريقي مع الفريق المغربي فريق الوداد طبعا انا يعني مش هلوم بشكل كبير جدا على مسؤول الوداد ولا على فريق الوداد المغربي طبعا هم بيدفعوا عن غلطة ارتكابها الاتحاد الافريقي وهو في اطار حرصوهم على مصلحة ناديهم وحرصوهم ايضا على تحيي البطولة اللي هيشوفوا وهيتأكدوا انه هي هتكون صعبة المنال جدا لو كانت في ملعب تاني غير ملعب مركب محمد الخامس في المغرب طبعا هو الحقيقة رسالة بشكل غير مباشر عن عدم ثقة المسؤولين في الوداد عن قدرة ناديهم على تحيي الفوز على النادي الاهلي المصري خارج ملعبه ولكن في النهاية عايز اتكلمكم من ناحية الفنية هتكلم معكم بالتفصيل في ده لكن عايز اتكلم اكتر على الناحية الادارية وانا قلت لحضراتكم قبل كده من قبل ما يتم اتخاذ القرار النهاية وقرار الرسمي انه كان مفهوم جدا وكان منطقي جدا انه مع اعلان اختيار الملعب قبل بداية البطولة او على اقل تأدير قبل بداية دور المجموعات كانت الفرص كلها تقريبا متساوية الاطراف اللي ممكن تكون عندها القدرة على الوصول النهائي غير واضحة كان ممكن الامر ده يكون مقبول على الرغم انه هيكون قرار برضو مشبوه لانه اختيار ملعب نفس الملعب لاصدافة نهائي بطولتين متتاليتين امر ما اعتقدش انه منطقي وامر مش بس لنا في مصر ولا لنا كنادي اهلي على مستوى القرار الافريقية مفترض انه يكون غير مقبول وممناسبة على فكر عدد كبير جدا من الناس اللي تفاعلت مع القرار ده رفضا وهجومة على اتحاد الافريقي مش مصريين ومش اهلوية وفي بعض الناس راحت كمان لانه انه سيطرت الاتحاد المغربي لكرت القدم على الاتحاد الافريقي او انه سطوة المغرب في السيطرة على اتحاد الافريقي فالحقيقة حالة الغضب دي مش بس حالة مصرية ومش بس حالة اهلوية تكاد تكون حالة افريقية في المقام الاول وكمان كان فيه ردود افعال على مستوى العالم الامر كمان المسير للشبهات هو موقف الاتحاد الافريقي نفسه